من القدس مرسلتنا كريستين ريناوي مرحبا بك كريستين وأبدأ معك من ردود الفعل على تصريحات وزيارة وزيريا الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين كيف بدأ انعكاسها على الداخل الإسرائيلي من الناحية الرسمية محمد لا تصريحات إسرائيلية سياسية علنية عن هذه الزيارة بلينكين موجود في رمالة بعد أن كان في تل أبيب الجمعة وأجرى اتصالات ولقاءات ثنائية واجتمع بمجلس الحرب ولقى رفضا على طرحه بالقبول بالهدنة الإنسانية المؤقتة كما سميت في إسرائيل الموقف المعلن لها أنها ترفض وقفا مؤقتا دي إطلاق النار قبل إعادة الأسرة والمحتجزين من قطع غزة إلى إسرائيل ولكن هناك خشية إسرائيلية حقية من تضاؤل الدعم الأمريكي اللامشروط لها مع مرور الوقت ومع مضي هذه العمليات وتنفيذ المزيد من المجازر في قطاع غزة هذا بدأ يزعج الأمريكيين الذين طالبوا علنا إسرائيل بأن تكون عملياتها في غزة أكثر دقة وأن لا تلحق الضرر كما اسمته بالمدنيين روم بن يشاي المحلل العسكري لصحيفة يدعوت أحرنوت محمد قال إنه لا ما من شك أن الرئيس الأمريكي جو بايدن متعاطف مع إسرائيل ويدعمها مئة بالمئة ولكن في أعضاء إدارته ومنهم وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين وإيضا مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان لديهم أهداف استراتيجية إلى جانب هزيمة حماس هناك فرصة الآن لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وهذا ما يتوافق مع ما جاء من رمالة خلال اجتماع بلينكين بالرئيس الفلسطيني محمود عباس بأن السلطة منفتحة على أن تتعامل مع غزة مستقبلا هذا لو كان في إطار حل سياسي يطبق حل الدولتين لأن قطع غزة جزء من حدود عام 67 التي تقول السلطة أن هذه هي أراضي الدولة الفلسطينية المستقبلية وبالتالي في إسرائيل ينظر على أن وهذا جاء في التقرير لضعوة أحرون روت أن عمليا هناك رغبة أمريكية بأن ينهى هذا الصراع لأن أمريكا تريد أن تتفرغ لقضايا أخرى منها قضية تحقيق النصر في الحرب الروسية الأوكرانية وأيضا أن تتفرغ لمنافسة الصين التي تهيمن سياسيا واقتصاديا وبالتالي لدى الإدارة الأمريكية ملفات أخرى عدا عن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الذي يقول أيضا العديد من المحللين أن هذه فرصة لإنهاء هذا الملف لتسوية هذا الصراع الممتد منذ سنوات طويلة بالتالي لذلك بدأنا نفهم لماذا بلينكين عندما أجرى جولاته كان يقول ويسأل عن ما هو مصير قطع غزة في اليوم الذي يلي انتهاء هذه الحرب لذلك بدأنا نفهم لماذا أمريكا تصر على أن تعرف ما هو مصير قطع غزة من بعد القضاء على حركة حمس هذا بدأ يتداوله الإسرائيليون من خلال تحليلاتهم وهنا نتحدث عن محلل عسكري لصحيفة دعوت أحرنوت يوم بن روم بن يشايفي مقال كامل طرح هذه الجزئيات موقف إسرائيل المعلن حتى اللحظة قالته لبلينكين وتكرره قبل قليل أيضا نتنياهو كرر هذا الموقف أنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار أو هدنة إنسانية كما تسمى دون إعادة الأسرة هذا التصريح قبل قليل الذي أشرت إليه كريستين جاء على لسان رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو في لقائه مع طيارين إسرائيليين قال منصه لا وقف لإطلاق النار دون عودة الأسرة والمحتجزين وأريد أن أسأل عند هذه النقطة كريستين هذه ليست المرة الأولى التي يضع فيها نتنياهو هذه القاعدة عودة الأسرة مقابل هدنة إنسانية أو وقف لإطلاق النار لا تغير جذري في الموقف الإسرائيلي ولكن من خلال رصدكم لمجمل التغيرات التي تطرأ على منحنة تصريحات نتنياهو هل يمكن القول بأن هذه القاعدة تحديدا منذ البداية إلى اليوم هي قاعدة ثابتة لدى الحكومة الإسرائيلية؟ هذا ما أعلنه نتنياهو قبل قليل كما ذكرت خلال لقائه مع طياري الجيش الإسرائيلي وهذا ما قاله نتنياهو لبلينكين عندما زار تل أبيب للمرة الثالثة خلال هذه الحرب ولكن لا يمكننا أن نتجهل أن هناك ضغطا في الشارع الإسرائيلي مظاهرات بالأمس في محيط بيت نتنياهو قبلها هناك اعتصام مفتوح بالقرب من مقر وزارة الأمن في تل أبيب أهالي الأسرة والمحتجزين ينامون في خيام هناك أعلنوا الاعتصام المفتوح من أجل الضغط والعمل على إنهاء هذا الملف هناك ضغط في الشارع الإسرائيلي لاستعادة الأسرة والمحتجزين ولكن بهذا التعنت عمليا كيف سيعود الأسرة من قطاع غزة إلى إسرائيل استمرار القصف واستمرار المجازر هذا لن يدفع حركة حماس للتفاوض أصلا هناك مطالبات بأن تظهر إسرائيل حسنية وفي كل الحروب يكون هناك هدى إنسانية أن يتوقف إطلاق النار ويكون هناك هدى إنسانية من أجل العمل والتقدم في هذا الملف وهذا حتى ما تقوله الحليف الأكبر لإسرائيل الإدارة الأمريكية التي تطالب بأن يكون هناك هدى إنسانية من أجل تحقيق تقدم في ملف إعادة الأسرة والمحتجزين الإسرائيليين وأيضا مزواجي الجنسية كل دولة تعمل على حدة بالمناسبة من أجل أيضا أن تطلق صراح أسرها ومحتجزيها أولا وبالتالي هذا الملف هو ضاغط ولكن أصوات كثيرة تقول إن مضي إسرائيل في هذه الحرب بريا وبحريا وحتى من الجو المعارك التي تدور وجها لوجه ومحاولات التوغل بري كل هذا يباعد المسافات عن تحقيق تقدم فعلي في هذا الملف وكان أيضا أبو عبيد الناطق العسكري باسم كتاب القسام أعلن أن ستين على الأقل من الأسرة قد قتلوا بسبب القصف الإسرائيلي الذي لا يطاول الفلسطينيين وحدهم في قطاع غزة في قطاع غزة هناك محتجزون وأسرى إسرائيليون قد يلقون حتفهم بسبب هذا القصف وهذا ما حتى يقوله ذو الأسرة والمحتجزين في إسرائيل محمد الذين يتظهرون ليس حتى داخل حدود بلادهم هناك تظاهرات اليوم كان هناك تظاهر في لندن دعما لأهالي الأسرة والمحتجزين هناك حتى تظاهرات تأتي ضغطة من أجل إنهاء هذا الملف حتى خارج البلاد في عواصم أوروبية أيضا نعم شكرا لك كريستين ريناوي منك